بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صراع شرس جدا بين إيلون ماسك وبين الآيفون اللي هي الأبل إيه هو الأبل زعلان منه ليه هم زعلانين مع بعض ليه فيه هناك أسباب معلنة وهناك أسباب خفية الأسباب المعلنة إن ماسك بيقول إن أبل بتاخد 30% من حجم المبيعات وهي لا تستحق كل هذا الأمر اللي هو بيتكلم على الأبل ستور اللي هو بيبقى على الآيفون وبيخترح ماسك إنه النسبة دي لا تزيد عن 3-4% من وجهة نظره وبيقول إن أبل بيستغلوا الظروف وبياخدوا 30% من حجم المبيعات يعني مبلغ جنوني الصراحة أنا أقول لك مبلغ جنوني لكن ما عندكش حل تاني ليه بقى ما عندكش حل تاني بالنسبة لموضوع الأبل والآيفون مع المبيعات اللي أغلبها في أمريكا أو في أوروبا أو حتى الوقت في العالم كله انتشر جداً الآيفون باختصار أنت عندك تصور معين عن الآيفون إن الشركة عملته وبعته مثلاً بألف دولار ولا بألفين دولار والموضوع انتهى الكلام ده مش صحيح ده الموضوع له أبعاد أعمق من كده بكثير لذلك إيلون ماسك هدد بأنه هيعمل تليفون زكي خاص به هو وهينزله في السوق وهيضرب الأسعار ضربة قوية جداً ومش هيخلي الموضوع ده حكر على شركة أبلد زي ما هو شغال الوقت وكده طبعاً تهديداته قوية ورجل غني جداً ويقدر يطلب اللي هو عايزه من الصين والصين هتدعمه أصلاً في الموضوع ده بقوة فالخلاص هو قادر على تنفيذ التهديد في الحقيقة الصراع المعلن إنه هو صراع تجاري لكن في الحقيقة هو صراع سياسي على الحديث للجماهير الأمريكية بالذات إزاي الكلام ده؟ خلينا أقول لك الصراع التجاري اللي هو الظاهر وبعدين أقول لك على الصراع الحقيقي اللي هو على الجماهير الأمريكية والوصول للجمهور شوف أسيدي الصراع التجاري ده بسيط للغاية الوقت شركة الآيفون بتعمل إزاي؟ بتبع لك التليفون والموضوع ما انتهاش على كده زي ما انت متصور ده بيفضل بتفضل الشركة مسيطرة على أي أبليكيشن أنت تنزل عندك وعندها الأبل ستور بتاعها وبعدين بتفرض على الشركات اللي بتبيع الأبل بيفرض عليهم شروط صعبة جداً بيدفعهم 30% مش من حجم الأرباح من حجم المبيعات يعني لو واحد باع مثلاً أي حاجة ب100 دولار يعمل حسابه أن الأبل هياخد 30% طالما أن المبيعات دي تمت عن طريق الآيفون وانتوا عارفين الغالبية العظمى من المبيعات الوقتي على الآيفون في أمريكا بل وفي أوروبا كمان فطبعاً بيبقى مسيكهم من النحية دي يعني باختصار هو وصلة همز ما بين المنتج وما بين المستهلك جاي الأبل وقف في السكة كده وبيقولك أنا أخد إيه 30% وعجبك عجبك مش عجبك عين الأبليكيشن بتاعك من الستور عندي وطبعاً تبقى كارثة لو عيني الأبليكيشن من الستور مشكلة لأنه هو قلت لغالبية المبيعات على إيه على الآيفون فهو مسيكهم من الحتة دي فإيلون ماسك هدد قال خلاص الموضوع بسيط جداً أنا هعمل التليفون الزكي بتاعي أنا وهنزله في السوق وهضرب طبعاً الأسعار ولسه المشكلة مش سهلة والشباب المشروع مش موضوع أنه هو الصين تصنع له تليفون مثلاً 100 مليون قطعة أو 200 مليون قطعة والموضوع ينتهي لأه هو عايز أقمر صناعية عشان يخدم السيرفر بتاع التليفون مهو أنت عندك تصور خاطئ أنك أنت اشتريت التليفون بقى بتاعك بينما في الحقيقة أنت اشتريته لكن هو لسه بتاع أبل برضو وهو بتاعهم ويقدر يقفلوا لك في أي لحظة ويتجسسوا عليك منه ويقدروا يعملوا كل حاجة وطلعتهم الفضائح اللي هي أن هم نزلوا برامج في التحديثات أدت إلى تباطئ التليفونات القديمة عشان تخرج من الماركت وفعلاً خرجوا كمية كبيرة جداً منها وبعد كده لما حصلت الفضيحة القضاء حكم عليهم بغرامة يعني ما كانتش في المستوى دوت وخلصوا من كميات كبيرة من التليفون مش مثلاً تحكم المحكمة عليهم بأنهم يرجعوا التليفونات القديمة دي تشتغل ويشيلوا العراقيل اللي حطوها من على السيرفر أو كده وده بيبين لك أن أبل والعالم دي مسيطرين على القضاء كمان يعني القضاء والأجهزة الأمنية دي كلهم بيخدموا العالم دي فكان المفروض الحكم يقول لك غرامة ومع الغرامة أنك أنت تصلح اللي أنت عملته لأن التصليح ده هو في السيرفر يعني برامج ويقدر يعمل تحديث جديد ويعين العراقيل ويخلي التليفون ترجع تشتغل بكفاءة عالية لكن المحكمة اكتفت بالغرامة وده طبعا تدليس لكن قدام الناس بيأكلوها وكل واحد عايز يجيب التليفون الجديد وبيطلع المشكلة من دماغه شركة أبل بيكلفها التليفون يعني بضع دولارات يعني التليفون اللي هي بتبيعه ب1500 دولار أنا أعتقد ما بيكلفهاش 50-60 دولار في تشاين أو يمكن أقل من كده أنا عايزك تعرف أن الناس دي شغالة على الجشع إيه اللي بيخليها تقدر تبيع التليفون ب40 ضعف أو ب30 ضعف التكلفة بتاعته السبب بسيط أنه مفيش منافس طب ليه مفيش منافس لأنه هي متفقة مع الحرمية الكبار اللي يقدروا يكسروها زي ماسك اللي هو بيهدد أنه هو يقلب عليهم الوقتي ومن جانب تاني الشركات القديمة اللي هي كانت ممكن تنافس زي سوني إريكسون وزي إريكسون قبل ما تنظم كمان مع سوني وزي نوكيا وزي الشركات دي خربوها وصلطوا عليها المديرين التنفيذين بتوعها وعملوا لها بانكرابت والموتورولا برضو حجموه حتى تليفونات اللي نزلتها سوني لاحقا نزلتها يعني بالتفاهم عشان يعني يضر للرماد في العيون لكن محدش منتشر زي الأبل في التليفون الزكي أخطر بقى موضوع في التليفون الزكي مش إنه هو كمان بيتجسس عليك وبس لا خد الأبعاد بقى اللي هي من وراء الكواليس واللي هو السبب الخفي اللي هو بيدفع إيلون ماسك والعصابة بتاعته إنه هم يهددوا بصراع تجاري مع الأبل ويخشوا معهم في مشاكل وكده إيه هو الموضوع ده؟ أول شيء تعرف إن التليفون دوت بيوصل القاعدة الجماهيرية باللي عايز يتكلم معاهم يعني باختصار هم معاهم الميكروفون اللي يسمع أمريكا كلها وأصلا إيلون ماسك مشتري تويتر عشان يتكلم مع الناس ويوصلهم وكده واضح إن أمريكا فيها حرب مجتمعية صارقة جدا والموضوع يعني سخن والعصابة الكبيرة دي بدأت الخلافاء بتاعتهم تطفوا على السطح مش عارف بقى هيقدروا يتفهموا مع بعضيهم ولا لأ والصراع جامد مش قليل على فكرة فالخلاصة إيلون ماسك والعصابة بتاعته عايزين إن هم يمسكوا يعني يتكلموا مع الناس يعني عايزين فرص وإلا لو في جانب بيتكلم مع الناس والجانب التاني ما بيتكلمش مع الناس يبقى الجانب اللي بيتكلم مع الناس ده هيقدر يقنعهم وشيطن الجانب اللي هم أعداء التانيين زي الإعلام الصهيوني بالضبط ما بيعمل في الغرب دايما مسيطر على الإعلام ما بيسمحش بأي صوت يتكلم في حق المسلمين بخير أو يتكلم في حق القضية الفلسطينية بخير وطول الوقت عمال يسخن في الشعوب الغربية سواء كانت أوروبية أو أمريكية عمال يسخنهم مع المسلمين ويصلطهم مع المسلمين فنفس الصورة الأبل هناك عايزة تعمل الموضوع ده مع المجموعة اللي هي بتاع أيلون ماسك وغيرهم طبعا يا بابا في مثلا بيقولك الحديد على الحديد ما بيلفش يعني أنت تعمل ده مع المسلمين ممكن إنما تعمله مع فصيل تاني في أمريكا وعنده ميليشيات وعنده عصابات مسلحة وعنده سلح زيك وكذا أنت كده يعني بتقرب من الحرب الأهلية وممكن لو ركبت دماغك هتحصل حرب أهلية لأن ماسك والجماعة اللي معهم مش يسكتوا لأنهم لو سكتوا المرة دي وسكتوا على الخطوة دي التانيين هيتمكنوا أكتر وانتمكنوا أكتر هيفكروا في السيطرة الكاملة وعشان يعملوا سيطرة كاملة يبقى لازم أنهم يقضوا على الطرف الثاني بشكل كامل سواء كان عسكريا بقى أو كان بعد كده لو ضعفوا قواتهم العسكرية ممكن يرموهم في السجون أو يعملوهم تصفيات أو يدخلوهم بقى إعدام أو يعملوا فيهم أي حاجة لأن اللي ما عندوش قوة في أمريكا وما يدفعش عن نفسه ينديز تحت الرجلين الصورة في أمريكا يا جماعة هي في الحقيقة أمراء حرب لكن أمراء حرب وعقلاء وعندهم قوة وبيتحدوا وبيفضلوا أنهم يطلعوا وينصبوا وينهبوا العالم الخريجي مع بعضيهم وبيفضلوا الأمور دي وما بيشتمكوش مع بعضيهم يعني أمراء الحرب اللي في لبنان هم أمراء الحرب اللي في أمريكا هم أمراء الحرب اللي في السودان هم أمراء الحرب اللي في ليبيا هم أمراء الحرب اللي هنا وهناك محدش يعلم عندهش أمراء حرب إلا مصر عندهم حرص أو كلاب حراسة مصعورة عما لا تنهش في ناس عز المساكين الصورة دي متكررة على فكرة في مصر ومتكررة في المغرب ومتكررة في الجزائر ومتكررة في الأردن لكن الوقت اللي بيحصل اللي بيحصل الوقت الدنيا بتتغير حقيقة مش سكتة زي الأول خليني أرجع لإيلون ماسك وأقول إن هو عشان ينزل الهاتف الزكي بتاعه مش المسألة إن هو عمل الهاتف وحط السيرفر وحط الأقمار الصناعية وخلاص لا دي الأساسيات دي تيابو الأبطال يعني هي عدة الشغل باختصار لسه بقى عايز يقنع الناس إن هم يسيبوا الآيفون ويمسكوا بقى التليفون بتاعه الجديد وده طبعا هيجي بدعاية قوية جدا وهيجي بسعر رخيص جدا مقارنة بالآيفون وكده وهيحتاج كمان وقت لحد ما الناس تبدأ إن هي تستبدل التليفون ده بدا وهتبقى خسائر على الجميع موخد بالك ما فيش تجارة أصلا حرة زي من الناس المتواهمة التجارة في أمريكا في الغرب في أي مكان هي تجارة احتكار أو تجارة تفضيلية أو تجارة غشة أو تجارة مش عارفه لكن ما فيش تجارة سليمة أبدا ترضي الله ورسوله أبدا ما فيش الكلام ده في العالم كله طبعا أمراء الحرب في أمريكا هم عقلاء زي ما أنا قلت لك لذلك هيحولوا بقدر الإمكان إن هم يحلوا المشاكل بينهم وبين بعضيهم لكن كمان الحرب في أوكرانيا يعني عملتهم نصفين حقيقة لأن في ناس عايزة تصفي الحرب في أوكرانيا وفي ناس عايزة الحرب في أوكرانيا تستمر ده أنا بكلمك على أمريكا من جوه هو طبعا في النهاية الحرب لازم تخلص لكن المشكلة فيه المشكلة في أن فيه فريق الوقت عايزة أقول لك أننا خلاص تعبنا والمجتمع الأمريكي هايق من جوه على الموضوع ده إزاي أنت طروح تدي لأوكرانيا خمسين مليار دولار مساعدات حتى أكتر الوقت وبعد كده تيجي فيه تضخم هنا جوه الولايات المتحدة كان أولى أنك أنت تحارب التضخم بهذا المبلغ فيه رأي كمان طالع فيه الموضوع ده وفيه مشاكل جوه الولايات المتحدة كتير ففيه صنف من أمراء الحرب في أمريكا عايزين يخلصوا الحرب بالوقتي وفيه الصنف الثاني بيقول لهم لأ لو خلصنا الحرب بالوقتي هينتهي العالم اللي هو أحادي القضب يعني هينتهي النفوذ الأمريكي في العالم فم أنت مقدمكش حاجة في الحقيقة مقدمكش أي حاجة تعملها لأن البديل بعد كده في استمرارية الحرب أن أوروبا هتتمرد عليك وهتحصل مشاكل لأوروبا مش تصبر عليك أكثر من كده والبديل كمان اللي هيحصل أنك إنت لو فكرت في أنك إنت تعمل حرب نووية يبقى أنت بتدمر أمريكا وبتدمر العالم يعني أنت مش هتدمر عدوك وبس يعني مفيش حد فيهم يقدر يحسن بحرب نووية ولا حرب بيولوجية ولا الأمور دي الحرب انقامت وأصبحت عالمية في ترسالة الأسلحة الحديثة الوقتي هتدمر الجميع وتبتلع الكل طيب السؤال اللي بيطلح نفس الوقتي هم ليه منقسمين في أمريكا إلى قسمين أنا هقولك ببساطة في صنف من أمريكا هيبقى متضرر من إيقاف الحرب ونفسه أنه حتى تقوم حرب عالمية يجرب لكن في الصنف التاني يرافض الموضوع ده طيب ليه بسبب المصالح المتضدة ليه المصالح متضدة ما أنت هتيجي واحد مثلا زي إيلون ماسك والفرقة بتاعتهم هايقولك احنا خدنا الدين من برة خدنا 400-500 مليار لكن التانيين واخدين مثلا 2 تريليون ولا 3 تريليون وفي حسابات بقى بينهم وبين بعضيهم لأنهم عارفين بكل ثقة أنهم أول ما يفقدوا النفوذ العالمي اللي هيحصل إيه اللي هيحصل أنه هيتطلب منهم في أن كانت بقى في المحكمة دولية أو كانت هنا أو هناك والدول اللي هي تضررت منهم زي الخليك كلا هيجي دولة زي الصين تسلطهم وتقولهم ابدأوا أنه كنتوا تطلبوا برد المبالغ اللي أمريكا خدتها منكم على سبيل السلف أو على سبيل البيع أزونات خزانة أو كده وقولوا أنه كنتوا تحت الابتزاز وكده فطبعا أمريكا هترفض الموضوع ده هقولك طيب أنت رفضت الموضوع ده طيب بقى بكل بساطة وبطاطة ما فيش بترول يوم يطلع برميل البترول ل300 دولار 400 دولار الدنيا تولع بمعنى الكلمة والاقتصاد ينهار وإن ما طلعش حتى للمبلغ ده هيطلع لمبلغ موجع أنا أبيديك مثال يعني مش بقول لك يعني إذا هيحصل بالضبط اللي هيقول لك كم برميل البترول هيكون بالضبط هما خبراء البترول وأنا قرأت التقرير قال لك أنه ممكن في هذه الحالة البرميل حتى يتجاوز 500 و600 دولار عموما موضوع البترول ده عايز يعني حلقة لوحدي تانية والحساب بتاع أمريكا وبتاع الغرب بجيالهم أيام سودة بسبب المنهوبات اللي نهبوها مش بترول بس ده نهبو حاجات كتير بس دي أعمل لها حلقة تانية إن شاء الله رب العالمين فخلاصة المسألة فريقين في أمريكا فريق نهب وبعدين بيطالب الفريق التاني اللي هو ما نهبش معاه في الموضوع ده نهب في حتة تانية بس ملاحش علاقة مثلا بالبترول ملاحش علاقة مثلا بالزهب ملاحش علاقة ببيع وشراء السندات يعني نهب من حتة تانية زي مثلا الاحتكارية مثلا العربية مثلا تسلا اللي مش عارف ايه يعني نهب من أمور تانية فيقول له انت هتشيلني معاك المسئولية بتاعتك ليه انت نهبت فلوس البترول دي مشكلتك انت ما تجيش تشيل الولايات المتحدة مشاكلك الشركات هتكلمهم مع بعضهم بالشكل ده اقول له ما تجيش تشيل الولايات المتحدة مشاكلك انت وتيجي تعقنا واتدخلنا في حروب عشان انت مش عايز ترجع الملهوبات اللي انت نهبتها او كده وتيجي تورطنا وما احناش وغدين منك حاجة وإلا لو كده اقسم الفلوس بالتساوي بيننا وبينك واحنا نماطل معاك ونبقى مع بعضينا وكده لكن التانيين مش عايزين كده التانيين عايزين هم خلاص وسترقوا ونهبوا وظلموا الخصوم بتاعهم ما هو العصابة اعضاء بيكلوا بعضيهم يعني بيكلوا بعضيهم فعلا بمعنى الكلمة فيقول له انت جيت الوقت انهبت وصراخت وكذا ومدتناش حاجة والوقت جاي عايز تشيلنا المسؤولية كمان امام العالم ما اعتقدش ان هم ما هيقبلوا على الموضوع دوت او هيقبلوا به فالصراع جاي من هذا الاتجاه والله اعلم ان شاء الله نبقى لنا لقاء والسلام عليكم اشتركوا في القناة